بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجاه وبست الجبال بساه فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور النعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثي من إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين من الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد إلا هو الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حميده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك صلنا إليك صلنا إليك اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعله لنا نورا اللهم اجعله لنا إماما اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم ارحمنا إذا يبس منا اللسان وارتخت اليدان وبردت القدمان وشخصة العينان وضعف الجنان اللهم ارحمنا عند سكرات الموت اللهم ارحمنا عند سؤال منكر ونكير اللهم ارحمنا يوم الفزع الأكبر وجعلنا من الآمنين اللهم ارحمنا عند تطاير الصحف اللهم ارحمنا عند تطاير الصحف ويمن كتابنا ويسر حسابنا وارحمنا عند نصب الصراط وارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد يا الله يا الله إلهنا 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 ومولانا وخالقنا ورازقنا وسيدنا ومليكنا يا الله يا الله يا الله يا معتق الرقاب يا معتق الرقاب يا معتق الرقاب اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن كان له حق علينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا سميع يا قريب يا مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم 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 اللهم